الرقن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب نؤمن بأنها كلام الله فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام لا يماثل كلام الخلق وإلا أنه أو Boys منا construة مكتب وإلا أنعلاينه بكلام كتب وإلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتب نؤمن بكلام رسول المنزل من السماء ونأمن بما علام الله من أسمائها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب والله رب العالمين و ROSEV ون أعلم أن تضرك الله theorem ما أو أرغبتهية what Lesicas envolved وشتركوا فيها وشتركوا في القصة وموسى اسموا يتضحين فَلَا نَأْخُذَ الْأَحْكَامُ وَلَا نَقْرَأَ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهُ وَسُنَّتِ نَبِيْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ستران امرا عمدر اي دين كي امرا اللہ رب العالمين اي كتاب قرآن ايبن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سننت باتت تو انو قوتهاو تک امرا قرحون قربنا ورن عمدر اي قرآن تھی امرا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی امرا قرحون قرحون قربنا